طيب دايما كان فيه توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات المختلفة ووزارة المالية علشان كده أعلن النهاردة الدكتور محمد معيد وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 203 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهر منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لسنضيق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم وأكد الوزير أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي مات وسددوا الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات وحتى نهاية العام المالي الحالي بنهاية سيونيو المقبل حوالي 330.5 مليار جنيه وأن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد حوالي 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عام هي مدة اتفاق فض التشابكات اعتبارا من 2019 لمزيد من التفاصيل معنا على التريفون لسازة نريمان فرج الخبيرة الابتوارية بمكتب وزير المالية والمسؤولة عن إصلاح ملف المعاشات يعني هنتكلم معها في هذه الجزئية ومساء الخير الأول أهلا بحضرتك أهلا بكي ميريت توضح لنا ماذا يعني تسديد حوالي 230 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات ماذا يعني وإلى أي مدى نقدر نقول لنا ده خطوة مهمة بتثبت الجدية في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس أهلا بكي هو الخبر المحرك والتي طبعا صحيح تماما هو المفروض أنه كان فيه تشابكات ما بين وزارة المالية وزارة التضامن بقالها عقامة 50 سنة احنا اشتغلنا بتوجيهات بقالها من أكتر من سنة وجه سيادة الرئيس بالضروط فضل التشابكات عموما ما بين الوزارات وعلى رأسها التشابكات ما بين المالية وزارة وعلى رأسها والأولويات كلها بعد أصحاب المعاشات دي على رأس الأولويات بالعديل المفروض أن احنا اشتغلنا عملنا دراسات أكتبارية عملنا قانون بنتائج الدراسة اللي تلعج النتيجة الدراسة كان المفروض أن احنا هنحول 160 مليار ونق دا السنة الأولى هتضيب 95% من 10% كل سنة فحاليا المفروض أن هي عزة 15 شهر حولنا 203 مليار دي طبعا زي ما قلت لحضرتك هو منصوص في القانون على الفضل التشابكات ومنصوص في القانون على كمان غرامات تأثير على الحكومة لو ما حولتش القانون بيشكل على حل المشكلة دي وتعلم هي حاليا ثلاث تم حد لها وإحنا جاري الجدية ثبتت من التحويلات اللي حضرتك شايفها وطبعا توجيهات من الرئيس إن شاء الله طب يعني قوليلي برضو بنهاية العام المالي الحالي أستاذ النريمان المفترض أن يتم تسديد 330.5 مليار جنيه بتسديدها الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات التحويلات دي بتتم إزاي؟ التحويلات دي بتتم بشكل شهري يعني زي ما قلت لحضرتك الرقم اللي هو بيتحدد كل سنة كان سنة نفاتي 162.5 ثلاثي 170 فبيتقسم على السنة بيتقسم على السنة على شهور السنة بيتقسم على السنة بيتحول شهري بساكل مقضي عشان يوفر سيولة كافية عشان يعني الالسام بكل تحويلها عشان وبيتم توفير المبالغ الضخمة دي إزاي يا سيدنا نريمان؟ هي طبعا أحضر المعاشات على رأس أولويات الحكومة فبيحصل بنعمل دي الموارد الموجودة بنعمل دي إداة في الاعتمادات من خاصة بالمعاشات وبيتم تحولها نفاتيك مع قطاع الموارد وبيتم توفير المبالغ وبيتم تحولها ممتاز إمتى ممكن نقول إنه قضينا على كل التشابكات المالية الموجودة بين الوزرات؟ مش طبعا حضرتك ممكن حاركتين بقولك إمتى ممكن نقول إن إحنا قضينا على كل التشابكات المالية بين الوزرات يا أستاذ النريمان؟ هو حاليا بالفعل بقول عليها لحضرتك إذا إحنا عملناها إحنا بالفعل يعتبر أظيمة على التشابكات أزيمة الدراسة اللي تم إعدادها هي على مدى خمسين سنة بتحل التشابكات تماما بين المالية والتضامن هيتم تحويل كل المبالغ التي تعتبر مدينيات أزيمة بإضافة لكل التزامات الحالية اللي في القانون 48 سنة 2019 الخزانة ملتزمة يعني ساعة في المعاشات قلبا وقالبا فكل مواد القانون المفروض أن الخزانة دعمت حتى العلامات الكامسة اللي سياسة رأي يتواجه بيها هي دخلة ضمن التشابكات لأن المفروض القسل كان 160.5 سيديد بخمسة وسبعة من عشرة فتم تعديل النسبة وعملنا براسة تانية بقى النسبة بسيديد بخمسة وسبعة علشان نقدر نتحمل البيادات في العلاوات الخمسة والأربعة عشر في المائة من العلاوات دورية لأصحاب المعاشات فالمفروض أن هو حانيا أقدر أقولك أنه تم القضاء نهائيا يعني مش إمتى هدوط إحنا النهاردة نقدر نقود إن إحنا تم القضاء نهائيا بالنسبة للتشابكات مدين المالية والتضامن مفيش أي شابكات إن شاء الله تاني التفاقية شغالة إحنا مرتفعين بتحويل المبالغ بالشكل القضاء عليها لحضرتك مفيش إن شاء الله يتشابكات إن شاء الله شكرا جزيلا لحيطك أستاذ النريمان فرج على هذا التوضيح شكرا لك